أهلا بحضراتكم من جديد خلاص العد التنزولي لمباراة مهمة جدا جدا في بطولة السوبر المصري مع طلاق على الجيش بالنسبة ليه؟ النادي الأهلي بداية لموسم جديد هي مفروض طبعا المباراة كانت من سنة ونصفات وتتلعب مثلا لحاجة لكن الظروف طبعا اللي حرككم عارفينه فبالتالي في كل الأحوال هي مباراة مهمة جدا مهمة قوي أن أنت تبتدي بمعنويات عالية لموسم حيكون طويل وشاق جدا على مختلف الأصائد سواء محليا أو قريا فإن شاء الله الأهلي يكون موافق في هذه المباراة استعدادات مهمة معسكر ابتدى في برج العرب من يوم 16 ومستمر بشكل رائع استعدادات مكثفة تركيز كبير جدية واضحة على وجوه كل لعب النادي الأهلي والجهاز الفني لقطات الحراراتكم بتشوفها دي لقطات حصرية أكيد لمعسكر النادي الأهلي هناك في برج العرب في هذه اللحظات في بعض التدريبات أو في مران رئيسي بالنسبة للنادي الأهلي بيواصل من كلاله استعداداته كل العامين جاهزين بشكل كبير جدا وحنتطمن كمان بشكل أكبر قبل هذه المباراة من خلال زميلنا العزيز شريف شعبان مرئيس القناة الأهلي عشان يقول لنا على كل الكواليس اللي بتتعلق به تدريبات النهاردة وآخر استعدادات الفريق لهذه المباراة المرتقبة يا شريف أهلا بك أهلا بك زميل أمير تحاتي لك وتحاتي لكل متابعي ومشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان ويا رب بإذن الله تكون البطولة القادمة بطولة السوبر بالنصيب النادي الأهلي يوم الثلاثة أمام فريق كبير طبعا هو فريق طلاق جيش يا رب بإذن الله أقول لنا يا شريف كل الأخبار كل الكواليس اللي بتتعلق به الفريق كمان طبيعة مران اليوم قبل 48 ساعة تقريبا من مباراة السوبر المصري طبعا زميل أمير ده التمرين الرئيسي للنادي الأهلي قبل المباراة يوم الثلاثة النهاردة يكون موفق في اختيار التشكيل اللي ياخد به مباراة طلاق على الجيش كان ليا حديث مع الكابتن السيد عبد الحفيزة مدير الكرة عن الاستفسار الخاص بالنادي الأهلي إلى اتحاد الكرة المصري عن مشاركة اللاعبين الجدد وموقف اللاعبة من الإنذارات قال للموقف سليم 100% الكل هيشارك ما فيش انذارات خالص من الوافدين الجدد الكل متاح للمشاركة أمام مستر رابيتسو مسماني فيبقى الاختيار الفني بقى مستر رابيتسو مسماني يعني دي معلومة وقبر مهم جدا نشيب في الحقيقة أنت تريد فيه لأن الكلام كان كتير مبارح وإنادي الأهلي كان أرسل يعني تساؤل اتحاد المصري لكرة القدم موقف اللاعبين الجدد واللي تم التعاقد معهم فبالتالي طبقا لللي انت بتقوله كده هما خلاص متاحين بشكل رسمي لمسماني في المباراة بعد بكرة بإذن الله تمام أي جديد أي حصر بش هيكون موجود غير بس على شاشة قناة النادي الأهلي كل الأخبار اللي جميع النادي الأهلي عاوز تعرفها هتعرفها عن طريق شاشة قناة النادي الأهلي اللي متواجد مع النادي الأهلي طوال معسكره قبل بداية مباراة تطلاق الجيش فالفعل الكل متاح مع مستر رابيتسو مسماني باستثناء طبعا تاو اللي مش موجود مع الفريق اللي بيتم علاجه النهاردة الصبحة بلما سافر حتى اسكندرية كنت موجود في ملعب التتش كان يعني تاو بيجري عملية التأهيل اللي هو بدأ يقترب من العودة مرة أخرى خلينا نهوت زميلة أمير في المران المران شغال زم ما قلتلك ومستر بيتسو مسماني بيحاول يوجد لنفسه الحداشر لعب اللي هيكونوا موجودين هو يبدأ بيوم في مباراة تطلاق الجيش يا ربي بإذن الله يكون موفق وبإذن الله يكون التوفيق معنا يوم الثلاثة ونفوس طبعا على فريق طلاق الجيش